زي ما احنا شايفين في الصورة صورة فعلا مدهشة جدا وبتقولين ان الشباب سابق يا فندم بخطوة وبخطوطين حالة الوعي حالة الاحساس بالقضية والثقافة السياسية كمان لانه هاي المشهد بش بس اهتفات و بش بس حايا شايلين اعلام لكن نقاشات الشباب مع بعضهم يعني الشباب واعي بابعاد القضية واعي كمان باهمية اللحظة اللي احنا بنعيشها دلوقتي في مصر الرسائل يا فندم للداخل يعني اي حد دلوقتي قاعد في البيت و بيشوفوا الصور دي للمجتمع المصري وللخارج كمان ايه يا الرسائل للداخل ان احنا بنبان في وقت الازم صحيح يعني الشعب المصري دايما يعني لما في 30 يونيو طلع كل حشود مصري كلها طلعت في الشوارع ولما الرئيس قال الدون تفويض طلع ان كل المصريين طلوا في الشوارع ولما لقينا الخطر على اخواننا في فلسطين وعلى غزة والاحداث اللي بتحصل هناك وخطر على مصر لان مصر في بقرة برضو المشكلة ومصر حدود متلسقة مع فلسطين ومع غزة والنية لتهجير اخواننا في غزة والفلسطينيين الى سيناء فالشق بالمصر كله وشباب مصر كله رفض هذه الفكرة طبعا سجاب للرئيس لما قال احنا نرفض تهجير غزة والفلسطينيين الى سيناء وده مخطط معروف ومكشوف والدليل على كده انا اقول لسيادتك انت ممكن حضرتك تبقى عايس روح مشوار وتكلم اخوك يروح معاك يقول لك لا سيبني انام انا مش قادر انا تعبان والاب يقول لي ابنه تعالى مثلا سعيدني يقول له لا ولكن في المنظر ده ده هو دليل على الشباب المصري ووعيه الخروج كان عفوي يعني ما كانش اي توجيهات انا عايز انزل واوصل صوتي للعالم كله انه القضية الفلسطينية لسه حي بقول له حضرتك كان عفوي الدليل على كده هو الرئيس افل يعني مثلا الساعة اتنين احنا تلاتة كنا كان الحشود دي كلها ولو انتظرنا ساعتين وتلاتة تاني كنا لقين اكد الاعداد دي يعني اضعاف المضعفة انا اكد اجزم ان مثلا عشرة اضعاف لدرجة ان احنا اخفنا على الشباب لما تجمع داخل الجامعة وجامعة ملت واكتزت بالشباب لدرجة ان امها كان في نفورة كده رجبه فوقيها وندون ان انا اقف نفورة وانا كان عندي احساس ان المشهد ده مش هتكرر تاني في حياتي ان ابنائي وبناتي وحتى البنات يعني برضو حضرتك الشاهد ان ما فيش فرق بين البنات والولاد يعني البنت نفسها مدركة للخطر القائم مدركة يعني ايه وطن مدركة يعني ايه مصر وكان حجد البنات اكاد يكون قد حجد الولاد وخاصة في الصعيد لا معتش الكلام ده خالص احنا في حتى في مؤتمرات بناتهم رجالة بناتهم رجالة لهم اللي بيولدوا الرجالة وهم اللي بيربوا الرجالة وحتى في مؤتمراتنا في داخل جمع السوهاج ملاحظ ان عدد البنات يكاد يكون اكتر مش يكاد اجزب ان هو اكتر من عدد الولاد حتى لما بنصديف حد من خارج السوهاج ملاحظ النقطة دي وهو بنفسه اللي بيتكلم وبيقول يعني لا مثلا المدرج موجود مثلا اربع سكتر نلاقي مثلا ثلاثة بنات وسكتر ولاد او اتنين واثنين او يعني المهم البنات ما ينقصوا سعر حالي دكتور طول عم دور المرأة السعادية يعني يعني عبر التاريخ معروف الحقيقة في كل الصراعات وكل الازمات اللي مصر كانت بتواجهها او حتى لو هنتكلم مع القضية الفلسطينية واحنا بنتكلم دلوقتي مفيش فرق بين رجل وبنت مفيش فرق بين ولد وبنت بنات جدعان فعلا وشفنا ده موجود على ارض الواقع والمشاهد بتتكلم كتير جدا وبتقول حاجات كتير جدا